في هذه الفقرة راح نركز على لعبة شطرنج وخصوصا بطولة الكويت للشطرنج مع أن ضيوفنا في الستيديو راح نتحاور معاما على هذه اللعبة وحصول ضيفي على المركز الأول ضيفي أكيد بطل لعبة شطرنج لهذا العام سهلا من عثمان حياك الله أهلا وسهلا وأيضا مع عادل العميري أمين سر نادي لكويت العاب الذهنية حياك الله ومنورنا سهلا طبعا هذه اللعبة جدا غديمة ومعروفة في الكويت ولكن في البداية يعني ألف مبروك على فوزك المركز الأول شكرا نبي نعرف من متى وانت تمارس هذه اللعبة بدأت ألعب هذه اللعبة قبل أربع سنوات الوالد شجعني حلو يعني الوالد أهلي شجعك بهك هل كان والد يمارس هذه اللعبة؟ ايه كان يلعب بنفس عمري حلو وعنده بطولات ايه هيك ما شاء الله تبارك الرحمن يعني أستاذ عادل لو نبي انتكلم شنو اللقيته عند سالم من موهبة أو خنقول شيء اللي فعلا قدر أن يحصل على المركز الأول على الرغم أنه هو ناشئ بسم الله الرحمن الرحيم وفي شيء برداء أعطيكم العافية على السضافة الله يعافيك حياك الله اللعب سالم العثمان هو ابن اللي بطل سابق اللي هو منه؟ اللي هو عبدالوهاب العثمان نودلها تحييئك كان بطل في التسعينات وانقطع عن النادي بسبب أن التحادث الكويت للشطرانج يتوقف فترة طويلة بعد تأسيس النادي الكويت للعابة الذهنية عام 2010 استطعنا وللحمد أنه نلتقي فيه ونتواصل فيه مرة أخرى وعاد إلى اللعبة وأحضر معه بطلنا الموجود اليوم م شاء الله استقريبا سنة 2013 و2014 ورجع لللعبة لأنه لاعب موهوب رجع كلاعب ولا كمدرد؟ رجع كلاعب وخذ بطولة الكويت إلى أن تأهل سالم وازاح أباه عن المركز الأول وخذ المركز الأول وكل اللاعبين طبعا فريحوا لهذا الشيء الشيء العام المهم الذي قيناه في سالم هو اهتمام الأهل إذا كان هناك نادي مجهز بالتدريبات الكاملة فالعنصر اللي يلعب دور هو اهتمام الأهل في الموضوع طبعا يعني دور الأهل جدا مهم استاذ عادل بأنه يدعم ولده مهما كان شنو هي موهبته في أي رياضة أو جانب وهو مهتم فيه دعموا أعطوا ولكن لا تمنعونا لا تحرمونا خلوا ممكن يبلغكم مراكز يشرفكم أنت ونفسي نتوقع لك وكلها فخورة في هذا الإنجاز لي سالم على حصول المركز الأول ولكن سالم ابن عرفت كم بطولة شاركت؟ هل هذه البطولة الوحيدة ولا في بطولات خارجية أو داخلية؟ شاركت في وائد بطولات داخلي حققت مركز الأول أكثر من مرة أما في البطولات الخارجية أحتاج خبرة أكثر وإن شاء الله راح أرفع اسم الكويت يا رب أكيد ونبتخر فيك أكيد ولكن شو اللي تحتاج ألو بنقول خارجيين؟ هل خنقول دعم الأهل أو دور النادي؟ شنو شي لنقص سالم بحيث أنه ممكن يحصل على مركز خارج الكويت؟ والله التدريب أهم شي يعني التدريب في الكويت وبعد النادي يعني اللي يشاركون هناك معاك خنقول من أبطال خارج الكويت هل عندهم خبرة أكبر؟ هل خنقول أقوى؟ مناحي التدريب صح ممتاز سيد عادل شنو يتوفرونه للمشتركين في هذا النادي؟ طبعا جميع المنتسبين للنادي بكاعدة رياضيين هناك مدربين عالميين يعني مستويات قياسية مجهزين هناك جهاز فني كامل مجرد ما يدخل اللاعب عندنا يتم وضع برنامج مجهز له ومخطط له ومتابعة المستويات وأيضا نحاول كل فترة نعمل بطولات لخلق منافسة والتطور يعني اللاعبين أكيد وجود هذه أخنقول كل دورين تتسوونها أو تقدمونها للمشتركين في هذا النادي تقويهم وتعطيهم خبرة أكيد حق أخنقول بطولاتهم القادمة اللي رح شاركوا فيها بالإضافة طبعا وما بيأغفل أن النادي الكويت العاب الذهنية ويرعى حاليا ثلاث لعبات لعبة الشطرنج ولعبة الدامة ولعبة البرج وجميعها ألعاب ذهنية بحتة يعني ما في ولا لعبة من اللعاب هذه يدخل فيها الحظ ولذلك تصنف كأنها لعبة ذهنية حلو فالنادي مجهز في جميع يعني ما يحتاجه اللاعب بأساسي التطور ممتاز سالم تشاركت في بطولة الكويت للرجال في الشطرنج وكنت ناشئ خليت مركز الأول بصراحة سالم كنت متوقع أنه راح تكون المركز الأول وتأخذ هذه الجائزة والله لا بس كنت بيطلع توب سفن بس ما شاء الله يعني شن كانت ردد فعلك لما نادوا يعني أتوقع الأسامي سيد عادل وطصح لي نادوا من السابع على الأول المراكز تم الإعلان عنها هو كل سنة الثلاثة الأوائل يتأهلون إلى السنة القادمة المناخسات النهائية بدون تصفيات باقي اللاعبين يدخلون تصفيات يخرج منهم سبعة ممتاز يلعبون مع الثلاثة نظام الدوري كامل يسير عشرة حلو فسالم طبعا هو العام حتى لو هو ما كان متوقع أنه بيأخذ ولكن المدربين عندنا قالوا هذا اللاعب له لمسات يعني عنده ما شاء الله ذكاء وموهبة حلو فقالوا هذا راح يصنع شيء في المستقبل العام اخترق الفريق الثاني المشاهد يعني اخترقهم كلهم وصار الأول عليهم السنة هذه لا أول لا ثاني كله ما شاء الله لما علنوا وقالوا سالم أن أنت المركز الأول شون كان تردت فعلك والله هذا كان أنجاز حلوم لي والله مستغرب حلو يعني فكرة أن تدمجون ما بين لاعبين ناشئين في بطولات الكبار شون يتلكم هذه الفكرة لا هو الشطرنج تختلف عن باقي الرياضات يعني باقي الرياضات خصوصا التي تعتمد على قدرات جسدية التدريب مرتبط بسقف العمر يعني فإذا تحت 14 لا يمكن مهما دربته لا يمكن أن ينافس تحت العشرين أو فوق الخمسة وعشرين أما بالرياضات الذهنية فما يمنع يعني بالعكس اللاعب اللاعبين عندنا لهم تصنيف في عمري ولكن أيضا لهم تصنيف في مستوى فأنت لازم اللاعب إذا تبيه تطور لازم يعني يلعب أو ينافس لاعبين أعلى منا بقليل طبعا كي إذا دخلت مع محترفين فما راح يستمتع لأنه راح يلعب بدون حماس سواء عطى مجهود أو ما عطى مجهود ما راح تفرق معه ولو لعبت في نفس مستوى فأيضا ما راح يستمتع لأنه راح يكرر نفس المستوى أعلى منه بقليل فبغض النظر يا كثير من اللاعبين اللي عمارهم تسع سنوات وعشر سنوات أتعبوا يعني أبطال العالم أو اللاعبين مخضرمعي في العام أنا كان ودي سيد عادل أن يجرب اللعبة مع سالم ولكن متأكد تماما أنه راح يغلبني فيها لأنه يمكن ما عرف شروطه يمكن أعرف لعبة الدامة عندنا في الكويت ولكن إن شاء الله زوركم في النادي نفسه ونشوف الأجواء هناك ونصور تغرير لبرنامجنا وأن تعرف فيها كل شكر لك سالم العثمان ألف مبروك على هذا الإنجاز وإن شاء الله نشوفك في إنجازات أكبر سواء داخلية وخارجية بإذن الله سيد عادل العميري كل شكر لك أمين سير نادي لكويت لعب ذهنية كلمة أخيرة حابة تقولها لكما قلت عبرنا يعطيكم العافية وشيء وحياكم في النادي النادي يقدم يعني كافة هناك مدربين هناك مدربات يقدم كافة تدريبات السؤال اللي دايما أسأله لما أطلب من أي واحد أن يحضر ابنه أو بنته للنادي هو أنه ما يعرف يلعب فالنادي لم يوضع إلا للناس اللي ما تعرف تلعب أصلا عشان نعلمهم ايه عساس فلا تتردد من العكس يمكن قد يكون ابنك في موهب الذكاء احنا راح نكتشفها وراح ندعمها وراح نطورها وهذا سالم كمثال يعني كبار الكويتين المخضرمين ما قدروا يوضعهم تغلب عليهم والحمد لله هم فرقانين أصلا أكيد طبعا لأنهم كيف يفكرون في مصلحة البلد طبعا والتفاجأ أنهم فرحوا يعني حتى بخساراتهم فرحوا أن خسر أمام ناشئ الكويتي راح يرفع اسم الكويت إن شاء الله طبعا كل شكر لكم على وجودكم والله يفكركم يا رب ونشككم في لقاءة ثانية وإنجازات كبيرة على مستوى الكويت يا رب إذا كان عندك موهبة اصبر وخلي يكون عندك الطموح عندك أنت ما تستسلم إذا كان عندك ولد أو كان عندك بنت عندها موهبة ودها لنادي متخصص لهذه الموهبة بحيث أنه يطورونها ونشوف إنجازات على مستوى الكويت فاصل ورادي